السلام عليكم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير كنت من شاء الله أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو نهار اليوم اللي غادي نتقسم معكم فيه كيكات اللي كيجيو أكتر من الرائعين جوج كيكات اللي غادي يكونوا ما شاء الله بحجم عائلي بحجم مرتفع كيجيو واعر صدقوني إذا عملتوهم غادي واللي كل شي يطلبهم منكم وإذا كان عندكم باتيستري أو كتعملوا الطالبات فهد الكيكات هادو تعملوهم بوجهكم حمار كيجيو أكتر من الرائعين كنت من شاء الله أنكم تتابعوا معايا باش تعرفوا حالات المكونات وطريقة تحضير في نفس الوقت فأول خطوة كان أخذوا المولات كان دهنوهم بالزبدة وكرشوهم بالزنجلان الزنجلان أي نوعية كانت متوفرة عندكم الأهم يكون منعقي وصافي وخام يكون شي محمار المولات اللي عملت أنا عملت معكم مولات متوسطين إذا كانوا صغار غادي تديرو 3 ديال المولات كانوا متوسطين غادي تديرو جوج مولات طبيعة الحال اللي بغا تدير غير وحيدة غادي تدير نصف المكونات فإناء غادي نوضعو 10 ديال الحبات ديال البيض متوسطين الحجم فإذا درتوا واحدة غادي تديرو غير خمسة ديال الحبات ديال البيض غادي نمشي معاكم خطوة بخطوة أي مكون غادي نعطيكم النصف دياله اللي بغا تدير غير واحدة غادي ندير جوج كؤوس ديال السكر مايو عادي الميتين واربعين جرام إذا درتوا بزلافة غادي تديرو زلافة واحدة مثل ما درتوا عشرات البيضة تديرو زلافة واحدة راكا ترفض لنا جوج كؤوس غادي نخلطو جيدا البيض مع السكر إما بالخلاط الكهربائي أو بالخلاط اليدوي تخلطو بشكل جيد أو في الكاس ديال الخلاط تجمعو المكونات السائلة كلها وتخدموها فيه ومن بعد تصبوه في إناء وتخدموه بالخلاط اليدوي فأنا خدمت جيدا البيض والسكر حتى صبح اللون مفتوح وغادي نضيفو جوج كؤوس ديال الزيت غادي نضيف الكأس الأول ثم إن شاء الله الكأس الثاني اللي غادي تدير غير كيك واحد غادي تدير غير كاس واحد ديال الزيت غادي نخدم بشكل جيد حتى يدخل لي الزيت ومع باقي المكونات وغادي نضيفوه جوج علاب من الياغورت إما يكون ديال البانان أو ديال الظاني كنعاود نقول إذا كنتو غادي تديرو غير كيك واحد غادي تديرو غير علبة واحدة من الياغورت فالمكونات واضحين بزاف بزاف يعني أي حاجة عدنا هنا مضوب له لأنه أنا يمطلب مني نعمل جوج كيكات يكونوا كبار غادي نوضعو قشور جوج حامضات كناخدو الحامض اي حامض بلدي او لا سيترون او كنحكو القشور ديالو حكا كالرقيقة او كنضيفوه دوك جوج حامضات بعد ما حكينا القشور ديالهم كنعسروا الماء اللي فيهم غادي نحتاجو ايضا نصف كاس من عسير الحامض ضروري دائما من عسيرو الحامض نصفيوه فاخدمت جيدا ودخلت داك العسير ديال الحامض مع باقي المكونات بالخلاط الكهربائي من بعد فاش غادي نبدا نضيف الدقيق كنحيدو الخلاط الكهربائي وكنديرو الخلاط اليدوي وكنبقى نضيف الدقيق وانا كنخلط فالدقيق عندي غرب المنقبل فغرب التو عادي بديتك نضيفوه فالدقيق غادي ترفض لكم الكيكا ديالكم ان شاء الله 500 جرام ديال الدقيق حتى ال 550 جرام غادي نحتاجو ايضا 6 ديال الخمارات فالاخوات اللي غادي ديرو غير كيك واحد غادي ديرو 250 جرام زلافة عامرة مزيان وغادي ديرو ثلاثة ديال الخمارات احنا انا عندي القياس ديال جوش كيكات فعندي 6 ديال الخمارات وجوز لايف مملوئين بشكل جيد بعد ما دخلنا الدقيق ديفنا الخميرة كنخدموها جيدا حتى ما كيبقى لناشي نهائيا الحبيبات ديال الدقيق قاوام ديال كيك ديالنا مخصوش يكون خفيف كيكون شاد فراسو ماشي خفيف دابا بعد ما اخدمنا الخليط ديال كيك ديالنا بشكل جيد هذا هو القاوام كنتمنى يكون واضح لكم ماشي قاسح بزف وغادي نوضعو فيهم الخالط فالخالط غادي نقسموه على جوج وتقدروا تقسموه حتى الثلاثة ديال الكيكات يجيوكم زوينين اذا بغيتو هكا ما يجيوكم شي طالعين بزف فالزنجلان كيجي رائع جدا كيجي بنين كيجي الكيك ديال الزنجلان مميز تقدروا تديرو الكوكو ولكن انا كنفضل هاد الكيك هادا تديرو الزنجلان وفش يكون عدنا كيك ديال الشوكولان عملو الكوكو فبعد ما قسمت الخالط ديال الكيك الى جوج مولاد كان اخدو المشماش والعناب المجفف كان قطعوه ارقاق وكان زيين بهم الوجه ديال الكيك وعندي هنا ايضا القرقاح وعندي اللوز اللي حتى هم مقطعين وكان زيين بهم الوجه فما غاديش يبقاولين على الوجه فراغا ديهبطو غادي جيو مزعين في الكيك وكيجي اعطيين ماداق اللي رائع وهكا اللون اللي مزيون في الداخل ديال الكيك فمن بعد ما وزعت بهات الشكل فتقدروا تديرو اي نوعية ديال المكسرات اذا كان عندكم غير الزبيب اي العناب المجفف تقدروا تديرو غير بوحديتو او غير المشماش او غير المكسرات فانا اجمعت كل شي مع بعضو وهو كيعطوني واحد المزيج اللي مزيون بزف بزف وصدقوني انه مختلف بزف على الكيك العادي اللي كيجي في هاد المولات هذا كيجي راقي كيجي سوين كيجي مميز جدا فدهبا مبقالية غير ندخل الفران فغادي نطيبوا معاكم فران الغاز وغادي نعطيكم ايضا حتى الطريقة في الفران الكهربائي ففران الغاز اذا اشتوا طاوة مشي متساوية فدائما ساويوا الفرن ديالكم هكا بجوج معالق بهاد الشكل فانا درتهم على هاد الشكل وساويت بالملعاقات والفران كيف شفتون نار مهيلة والفران كان عندي مسخن واحد خمسة ديال دقايق من قبل هاد الفران هادا كيجيب طيب غزال هو هادا الشكل دياله منبررة غير الفران ديال فاس العاديين ولكن طيبهم رائع لا في الكيكات ولا في البريوش ولا في الخبز فهكا تقسمتوا معاكم الفران الكهربائي غادي تطيبوا على مياء وسبعين مية وستين دراجة كيكات ديال نام بعد المدى تستعليهم تقريبا واحد خمسة واربعين دقيقة كيكون هادا الشكل ديالهم ينتشموا الريحة اعطا تفضر غادي تفتحوا عليهم غادي تلقاهم تحمروا حتى من على الوجه يعني ما تحتاجوش انكم تهبطوهم التح تخليهم غير الفوق حتى كيتحمروا ولكن على حساب الفران ديالكم فهذا الفران هادا انا منين صفي اعطاو الريحة في الدرد ذات هكاك خمسة واربعين دقيقة فتحت اديهم كانوا محمرين ما شاء الله من على الوجه وهكا من الاسفل فخليتم حتى تفقدوا الحرارة وغادي نقلبهم في الطبيصلات كيجيوا ما شاء الله عالين مرتفعين وكي يعطيوا واحد نسمة في الدرد كتحمق فكيتحيدو بكل سهولة حيدوهم هما الدافين والمول اذا بغيتو يتبط ليكم الزنجلان مزيان دائما دهنو بالزبدة فالزنجلان كيتبط على الزبدة اكتر مانه يتبط على الزيت كيكات ديالي هما هادو ما شاء الله كيجيوا طالعين غزالين كنتمنى ان شاء الله لعولو يكون واضح ليكم وتقدروا الكيكات ديالكم تحتفظوا بهم بهات الشكل هادا ما يحتشي انكم تزينوهم انا التزين اللي غادي نزيد لهاد الكيكات غادي ندهنهم واحد دهنة خفيفة مربا مش مش هي واحد دهنة خفيفة وغادي نقسم تشوفوا شكلهم كيف يجي من الداخل فكيجيوا بهات الشكل كيجيوا خفافين بحال الرش كيجيوا اسفنجيين بحال جينواز داك المكسرات كتهفط للأسفل وكتعطي هاداك الشكل وكتجيها يعني بعض القطاع كيكون فيهم حتى في الواسط فكنتمنى يكون واضح ليكم قوام الكيك من الداخل فكيجي كيك لهائل جدا اسفنجي ناجح مليون بالمئة فهذا الكيك هذا حضرناه بطريقة بسيطة سهلة ومختصرة كيتوجد بسرعة وماشاء الله كيك اللي كيحمر الوجه وصدقوني غادي اي واحد دقوا عندكم او خدمته كطلبية فالكل غادي يطلبكم ويعاودي يطلبكم يا اما تعاودي وتخدموه له ولا لي هكا ما كتخدمش را غادي يطلبو لكم المقادير كونه متأكدي فنفس هاد الكيك هادو هاد الأسبوع هادا خدمت تمانية ديال الوحدات ما شاء الله تبارك الرحمن فان شاء الله حتى انتم هيا اذا عملتهم غادي يطلبوا منكم بزاف 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 تمان البيع ديال هاد الكيكات فانا كنقول تمان المناسب ديال هاد الكيكات كيبقى غير الموقع اللي كيحدد احيانا تمان ولكن ما بين خمسين وسبعين درهم كيكات اللي ما شاء الله كيستهلوا والثامن ديال الوحدة لانا فيهم اللاوس فيهم القرقاع فيهم الزبيب فيهم المشماش فكيكات اللي مميزين وراقيين بزاف هاد صوروا هاد المقطع الصغير نفس المقادير نفس الكيكات غير انك انت حضرتهم قبل في مناسبة فكنتم ان شاء الله حتى انتم ما تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم خليتليكم الراحة دمتم في اماني الله مع السلام